تعد الكهرباء عنصرا أساسيا في عالمنا الحديث ولا يمكن الاستغناء عنها فكل شيء حولنا يكاد لا يخلو من آلة كهربائية أو جهاز كهربائي فمن المصباح إلى التلفاز إلى الطائرة كلها أصبحت اليوم متوقفة على الكهرباء فما هي هذه الكهرباء؟ كهربائي هي ظاهرة كهروميغناطسية ناتجة عن تفاعل الجزيئات الموجودة في المادة هذه الجزيئات تكون دات شحنة موجبة أو دات شحنة سالبة ويمكن استخدام أطار هذا التفاعل لتوليد الكهرباء كما يعلم الجميع فكل شيء في الكون يتكون من المادة بما في ذلك الأجسام والأشياء المحيطة بنا وتتكون المادة من جسيمات بالغة الصغر تسمى الجزيئات وهي عبارة عن تجمعات لجسيمات أخرى أصغر حجما هي الدرات فما هي الدرات؟ الدرات هي أصغر جزء من المادة وتتكون من نواة مركزية وإلكترونات تدور حولها مشكلة سحابة إلكترونية حول النواة وهذه الأخيرة تتكون من عنصرين أساسيين هما النيوترونات أو الينوتخون والبروتونات أي لبخوتون فالبروتونات المكونة لمعظم الدرات لها شحنة موجبة أما النيوترونات فهي ذات شحنة محايدة كما يدل على ذلك اسمها حيث أن نوتخون جاءت من نوتخ أي محايد ولتكون هذه الدرات متعادلة كهربائيا فإن شحنة البروتونات الموجبة عدديا تساوي شحنة الإلكترونات السالبة أي أن في كل درة من المادة فإن عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات ولكن تحت تأثير قوى خارجية أو في ظروف معينة يمكن لهذه الإلكترونات أن تغادر الدر أو تنضاف إليها مشكلة بذلك حركة أو دوارا في المادة مما ينتج عنه طيار كهربائي في حالة إذا كانت هذه المادة موصلة مثل المعادن وتسمى هذه الكهرباء بالكهرباء المتحركة أو الديناميكية وفي حالة أخرى يمكن لهذه الإلكترونات أن تتراكم في مكان معين من المادة وينتج عن ذلك ما يسمى بالكهرباء الساكنة أو إلكتخي سيتي ستاتيك ما هي الكهرباء الساكنة؟ عندما نقوم بفرق أو حق مستر من البلاستيك على سطح ورقة فإن الإلكترونات السطحي لدرات الورقة تتحرر وتنضم إلى درات مستر حيث يتم حبسها ومنعها من التحرك والدوران وهذه الظاهرة هي ما يسمى بالكهرباء الساكنة ولكن كمية الطاقة الناتجة عن هذه الكهرباء لا يمكن استغلالها لتغطية حاجياتنا اليومية الكهرباء المتحركة أو الديناميكية في هذه الحالة الشحنات الكهربائية ليست حبيسة المادة العازلة ولكن بفضل مادة موصلة مثل النحاس يمكن للإلكترونات أن تتحرك وينتج عن ذلك تيار كهربائي ما هو التيار الكهربائي؟ ينتج التيار الكهربائي من الكهرباء الديناميكية أو المتحركة حيث تتحرك الشحنات الكهربائية في المواد الموصلة مثل المعادن أو المياه المالحة أو حتى جسم الإنسان وعندما تكون حركة هذه الشحنات في اتجاه واحد يسمى هذا الطيار بالطيار المستمر أو كورون كونتيني أما إذا كانت حركة الشحنات الكهربائية في المادة الموصلة تتغير من اتجاه إلى آخر فإن الطيار الناتج عن هذه العملية يسمى طيار متناوب أو كورون ألتغنتيف أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم وللتشجيع والدعم أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى